اتنع محافظ حضراموت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي على نتائج الجولة الميدانية لقيادة الهيئة التأسيسية لمجلس حضراموت الوطني وتعرف المحافظ خلال لقائه اليوم بالمكلة رئيس الهيئة المهندس بدر محمد باسلمة ونائبه محمد سالم باهبري وناطق الرسمي للهيئة الدكتور عبدالقادر محمد بايزيد وعضو الهيئة محسن سالم نصير على مخرجات اللقاءات التي عقدتها قيادة الهيئة مع مختلف شرائح المجتمع والمكونات في مديريات الوادي والساحل والصحراء والهضباء والرؤى والأفكار التي خرجت بها الهيئة وأبرز الاحتياجات والمطالب لمختلف مديريات المحافظة وأكد محافظ حضر موت إن جميع أبناء حضر موت تحت سقف واحد والكل مجمع على أولوية حضر موت وإن مصلحتها فوق كل اعتبار جددا الدعوة إلى لم الشمل ووحدة الكلمة واستقطاب جميع طوائف المجتمع وشرائحها ومكوناتها للعمل وفق أولوية حضر موت سيدة قرارها دعيا إلى ضرورة التمثيل العادل لجميع شرائح ومكونات ومديريات المحافظة والانفتاح على الجميع والمطالبة بإحتياجتهم بما ينعكس واقعا ملموسا على المواطنين ترجمة نانسي قنقر